قادريني السنة دي ان احنا ننافس على كل الالقاب بصي دايما بقولها ودايما في كل لقاء وكل قناة بطلع فيها نادي الزمالك نادي بطولات نادي الزمالك اي بطولة بيخش عليها بيبعينه على اللقب مفيش حاجة اسمها تمسين مشارك مفيش حاجة اسمها انا بعمل العلاية لا نادي الزمالك قادر بإذن الله على الفوز بأي بطولة ياخدها خاصة بعد الاسكواد انت النهاردة بيعانك اسكواد كبير اوي 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 اسكواد متكامل بشكل كبير اوي انا بقالي السنتين ما عنديش صفغات لا انا السنة دي اللازم احيي مجلس الادارة لازم احيي الجهاز الفني لازم احيي المنظومة كلها ان انا اشتغلت على النواقص يعني ايه اشتغلت على النواقص انا ناقصني لعيب 6 ولعيب 8 جبت 2 لعيبة 6 و2 لعيبة 8 ناقصني سترايكر جبت سترايكر قوي ناقصني باكرايت ناقصني الفناء القصة كلها ايه انا شفت ايه المنظومة اللي عندي شفت بسياسة الكيف مش انا رحت على اسامي كبيرة تعملي ضجة اعلامية وانا فنيا مش هيدوني المرضود الفني انا محتاج المرضود الفني اللي بيدولي ابراهيم انضاي ابراهيم انضاي معلش انا اسف حد كان يشوف او يتخان ابراهيم انضاي ده صفقة سوبر وكسر الدنيا لانهاردة ابراهيم انضاي في المبارا بتاعتم بارا اداني المرضود الفني انا عايز ده عايز اللعيب يديني مرضود فني ما يدينيش ضجة إعلامية ولا شوء إعلامي أنا مش بجيب السفقات دي عشان أقول أنا جبت مش عارف اللعيب السوبر واللعيب مش عارف في الهندي واللعيب البرازي لا أنا بقول إن أنا بجيب لعيب يديني المرضود الفني جوه البلان اللي أنا برسمه ويديني اللي أنا عايزه منه فده اللي عمله برايمان ضاي مبارح مع فريرا وأنا بشوف إن شاء الله إن مع فريرا الزمالك قادر على إنه هو إخراج كل الإمكانيات الفنية من السكوات بتاع الفرق أخرى سوف أقول صفقات جديدة من التلاتين اللعيب بتوع نادي الزمالك بس أنا عايز أتكلم شوية عن الصفقات وفي مؤخرا صفقات باستفاضة يمكن نادي الزمالك عمل عشر صفقات على مستوى الفريق الأول يمكن زي ما قلنا محمد صبحي واحد من أبرز الصفقات اللي أبرم نادي الزمالك لأنه حارس مرمى موهوب وإبراهيمة نضاي وزي ما احنا شوفنا مرضود الفني بتاعه مبارح بدأ إنه هو يظهر عليه وزي ما أقولك هو هو مبارح ده مش المستوى أنا بحكمش على عيب برضو من مباراة أو اثنين أو ثلاثة استمرارية التقلق واستمرارية العطاء داخل الملعب واستمرارية المستوى الجيد اللي بيفرق معاي أنا في البلان هو ده اللي بقول عليه لعيب جيد ولا لعيب لا فبرضو ما أقدرش أحكم عليه بشكل كبير هو مباراة مبارح تقلق فيها مباراة ساهم في أحراز أهداف وأحرز أهداف وصانع أهداف ولكن في النهاية أنا محتاج المرضود الفني ده يديني على مدار دور كامل فيه الدوري مثلا عشان أقدر أحكم عليه بشكل كويس أوه ولكن بتدينيه مؤشرات إنه هو لعيب عنده إمكانيات جيدة ممكن زكريا الوردي نادي الزمالك أبرى من صفقة بتاعته من فترة كبيرة وبقاله فترة مع الزمالك وأنا بشوف إنه هو لعيب من اللعيب اللي بتلعب السهل اللعيب اللي هو كرته سهلة ولكن يمكن شوية بعيب عليه إنه هو في بطء في التصرف إحنا هنا بنقول إحنا بننقض القصة عشان نصلحها إحنا طبعا زكريا ودي العيب جيد جدا جدا والعيب كان الزمالك محتاجه ولكن محتاج إنه هو برضو يبقى فيه التصرف في الكرة بشكل أسرع من كده أوقات بتبقى الفردية ما بقاش هي دي التصرف الصحيح في بعض المواقف ولكن في النهاية وعنده رؤية جيدة لعيبك كمان عنده القدرة على يعني أنا عايزة أقول دفاعيا بشكل كويس أوه بيقطع في نص ملعب بيبقى محطة أولى في الدفاع في نص ملعب الخصم بشكل كويس أوه ولكن زي ما قلت لك هو بيعيبه بس جزئية صغيرة وهي البطء في التصرف في الكرة يمكن دونجا طبعا لعيب كلنا عارفينه ولعيب تغيينه في الدور المصري ونتمنى له الشفاء العاجل بإذن الله إن شاء الله يعني عشان يرجع لأن دونجا من اللعيب اللي أنا استنتهم يجوا نادي الزمالك من زمان أوه بقالي 3-4 سنين متابع أنا دونجا وسكواد نادي زمانك محتاج لعيب زي دونجا عنده الجرأة والعيب قوي والعيب بيسدد بشكل كويس أوه فأتمنى إن شاء الله إن هو يرجع بشكل سريع هنيجي بعد كده لصفحة الخامسة وهو سامسون أكينيولا والعيب أنا بشوف برضو إن هو من الفيديوهات جيد ولكن ما بأقدرش أحكم على العيب من الفيديوهات أنا شخصيا ما بأقدرش أحكم تماما على العيب من الفيديوهات الكتلة العضلية عنده كبيرة فدائما بنشوف البروفيل بتاع العيب ده اللي عنده كتلة العضلية بيستخدم القوة المفرطة في كل المواقف ولكن في بعض المواقف سامسون اشتغل بالعقل اشتغل بالمهارة فدي بتديني مؤشر جايب بتديني مدلول إن هو العيب بيفكر بعقله ومش بيستخدم القوة المفرطة اللي بيعتمتع بيها جسم هنيجي بعد كده عمر جابر واحد من الابناء نادي زمالك و trust Can plastic واحد من اللي عنده خبرات كبيرة أوي خلاص أنا شف أن عمر جابر لعيب باستوى ويمكن في بعض المواقف بتاعة مطش important أنا فيه مواقف فنية قادر يعملها عمر جابر أمبارك ما بدتش بيعملها هو موجود في الولاية الأولى وفي الوجود الأولى مع نادي زمالك فأنا بشوف إنه اللعاب خبراته بقيت كبيرة جدا هينفعني في موطشات كبيرة أوى بعقله لأنه لعب مع نادي زمالك فترات كبيرة في دوري أبطال أفريقا هو لعب مع منتخب مصر هنيجي برضو مدافع من المدافعين بشوفهم مدافعين جيدين جدا في الدوري مصر ومصطفى الزناري ومتابعه برضو بقى ليه فترة مع فرقة طلاق على الجيش وهو من المدافعين الأقوية المدافعين اللي بألعابها هو بيتماز بها بشكل كويس قوي وأتمنى أنه هو سريعا يندمج مع فرقة نادي زمالك ويمكن مع الساعات الأخيرة في موسم الانتقالات الصيفي فجئنا مجلس إدارة نادي زمالك اللي بحييتها هي جمدة جدا 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 على كامل صفقات اللي احنا محتاجنا مش الصفقات اللي تعمل شوء إعلامي ويمكن كان فيه تنسيق كبير قوي ما بين أمير مرتضى مصر المشرف العام على الكرة والجهاز الفني بقيادة فريرة نحنا بنجيب اللي احنا عايزينه ده مهم قوي قوي مهر اللي بقوله ده مهم جدا 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 عايز نجاح أي فرقة لأنه لازم أجيب اللي المدير الفني عايزه مرحش يجيب صفقات تعمل لي شوء أو مرحش يجيب صفقات قبل ما يجيب مدير الفني لأنه النهاردة عندي فريرة موجود بيقولي أنا عايز واحد اتنين تلاتة لجنة الكرة والمشرف العام على الكرة ومجلس إدارة ووفروني كل ده بشكل كويس أوتر